جميعا نعم معيزا مشاهدين تلفزيون اليوم السابع المهاردة في حلقة مختلفة وسط معابد الكارناك احنا قفين اولا قدام مسالة حدش بسوت ودي اكبر مسالة في معابد الكارناك ومعانا الرئيس العمال كبير رؤساء العمال الرئيس محمود فاروق سيحكي لنا عن ازاي بتم نقل المسالات لانه كان واحد من ضمن المسالة والمدان التحرير والعاصمة الادارية والعاصمة الادارية واربع مسالات في تانيس ازاي بقى كنت بتنقل المسالة وبتركبها في مكانها الجديد انا انا الشوال ده مغضة عبنا جدا يعني زي ما تقول ايه انا اصلا انا اخدت كلية اصار برصة متعينش بكلية اصار تعينت ايه مغضش خلان عشان مخدها عن والدي معاي بس انا مغضش تعيني عشان شغلانت والدي كبير عمال فنين فانا يعني مخدها دي جانب يعني كزيادة ايه كزيادة معلومة يعني وانا كنت من الناس المحصوزين والدكتور خارج العناني والدكتور مصطفى الوزيري يكلفوني اركب اول مسالتين في تانيس هم اللي كانوا بيوجد فيه 23 مسالة في بتاع 11 مسالة ده اللي راكدون على بعض يوم كنت سعيد ان انا ركبت هناك اثنين وبعدين مركبنا اثنين وروحنا للعاصمة الادارية ركبنا اثنين واحدة قدام المتحف واحدة قدام مدينة الحضارة كنت سعيد بردك انا ركبت بتاع التعرير بس عاما ركبت وهذا التحرير ركبنا اثنين تاني وبعدين ركبنا اثنين تاني من ناس الاكبر واكبر تعلمت من مصيليين وقربن انت خريفة كان هنالك التالى مصريين كان يستفد منه للنهار ومن نفسك ومن ليلة وكل شيء كنت تستفد منه كخبرة يعني عندما ترفع كتلة عارفين فيه طريقة النكش والحجر اللي يرفع يعني ما تقداش ترفعه وعكس اتجاهه اللي لازم برضك بترفع بيه لحجة لها طريقة لها طريقة وما تقداش تحط يعني صبان حديث ترفع به حاجة سرية لاني زي ما تعرف الصبانات الحديث فيه صبانات مخصوص وبعدين بتعملها برضك فيه سفنة مخصوص وبعدين بتعمل خشها وبعدين بترفع الكتلة وبعدين بترفعها على طول على مكانها يعني بتعمل بين المثلة والمعدات عزلة لازم نهزم العزلة ده عشان ما انت لازم تعفز النكش ما انت لو عملت حاجة غلط مهليش لو تكسرت حاجة هتأثر بعدين معك في الكتلة ككلها وانت لازم كمان ترفع من الحتة مش هترفعش من الحتة الضعيفة لازم ترفع من الحتة الاقوى بس طريقة المثلات دي تعلمناها ازاي تركيبة شغلة في معافذ الكرنك فيه اكبر كمية مسلات في معافذ الكرنك فكان لي الشرف نتي لما كنت هنا كان في الكرنك المفوضة في 26 مسلة في الموجودين حاليا البقاء واحد في 19 مسلة ممكن برضا كمية السادة كلهم اللي عارفين 19 مسلة الموجودين في الكرنك وانا كنت سعيد ان قدت لها عندي مسلة المالك حتش بسوته لو اتطور احسن مسلة في معافذ الكرنك دي وكان اكشو كتلة واحدة وازاي ترفعت بتقود تتأمل تحتيها ازاي تحورت وازاي جات دي كانت كتلة واحدة كلها كتلة واحدة دي كلها الكتلة واحدة دي بتديك مغروض 29 متر غير الابرة ده كان مكانها في المالك مكانها هي هي مكانها هو هو ده مكان هنا انا تعلمت كم لما كنت اخل معافذ كنت شوف المسلات دي كيف تفكر كيف بركبها المصريين وكيف بتسأل الناس الاقدم فاقدم يعني هنا شوف انت عشان دي مسلة بردك بتاعت المالك حتش بسود دي كانت واجعت بردك من زمن شوفت المجرة ده يعني حاجة ضعيفة حاجة صغيرة عملها القدومة المصريين عشان يرفع بها الكتلة دي كتحميل واحد كي يحرقوها تحريك وبعدين كتوزيح حمل وهو قاعد مش هيقدر رفح زمان ما عندوش وانش ما عندوش حاجة بس بيعمل حاجة يوزق احمال ايه بتوزق احمال؟ بتجيب من اعلى وبتحطها على القاعدة وبتعمل المجرة ده عشان ما تجريش منك هتكون بزاوة ميل وبعدين هتكون ميلة هتأخذ العمال من الناحية الثانية زيت ردها عندنا وبعدين تقعد في مكانها انت كون محدد المقاسات وكل حاجة فانت لازم تتخيل ازاي المصريين جاب الكتلة دي ازاي جابوها الهنا كيف من اي حتة دخلت في المعبد كنا بنعتقد الاول دخلت من المعبد من الباب الرئيسي بس مش من الباب الرئيسي انت عاوز تلفها فهو جابها من ناحية معبد منتو ناحنا نفكرنا في حاجة ثانية انبقى ناهر النيل كان مواصل في معبد منتو وكانت الطريق كده فانت عشان تقوي تتأمّن في الحاجة دي مش عاوز السنة ولا سنة عاوز السنية ولما يكون الناس الاكبر عرفة معلومة وانت تتعلم مني بتستفاد يعني انا كنت من الناس المحزوزة ان المرافعة المسلة في تانيس دي كان قتلتين والقتلة مش بتكون بطلين ولا اثنين فيه قتلات تعدي الاربعة واربين طن وسبعة واربين طن وخمسين طن احتاج كم عامل عشان ترفع المسلة احنا دروكيتي محزوزين عندنا ونعش عندنا معدات بس انت لما تتخيل كيف زمان كان بيحركوها كيف كان بيزوجها كيف عاوز السنة تفحها كيف بتعطي له المجرى احنا دروكيتي لو معي اثناشر عامل ارفع مسلة ومعلي اني معي معدة وبترفع ازاي لاني بيكون في ناس تحت وناس فوق ولازم يكون الطاقم اللي معاك كله فاهم هو بيعمل ايه المشكلة الطاقم بتاعي لازم يكون كله متعلمين منه ولازم الكلام كله واحد ماينفعش زيني لو فيها رئيسين المركب بتغرق لازم يكون لها رئيس واحد ماينفعش رئيسين فهو الطاقم اللي معايا كله فسني وكله برده كاصغر مني بس انا احددهم مكان الحبل احددهم مكان السفن المكان اللي هنرفع مني بس قبل ما بنرفع بتاجي بتغيسها مثلا لانك انت لازم تجيب المعدة مثلا انت هتشيل حتة اربعة سبعة واربعين طن انت مش هتجيب ونش يشيل مية طن لانك المسافة كله ما بتفعت بتكون الوينش ضعف فانت اقل حاجة لانت هترفع حاجة خمسة واربعين طن او حاجة كده اقل الوينش لازم يكون معاك تلتم مية طن فانت عشان تجيب الوينش عشان يستحمل وتحطه وصبنه وغير كده لازم ترفع مش هتركب على طول بترفع تستنى قال لحاجة وانا عشر لاروبع ساعة لانك تشوف الحبال بتاعتك وبتكون قريب على الارض يعني بتكون في فرقك بين الارض عشرين سنتي لا قدر الله حصلت حاجة في حاجة اسمها السافتي الامان انت بتعمل اكتر ممر امان في الحاجات دي لانك ترفع حاجة اسريح مش بترفع كتلة حديثة مش بترفع يعني معلش يعني ممكن ترفع كتلة حديثة لو وقعت ممكن تجيب واحدة دي بس انت لو وقعت تجيب المسك المشكلة مش عاوز حتى الحبل يعمل اعلام يعني مش عاوز يعني مش ترفع حاجة تعمل لك ميزان كده وكده بترفعها من الارض بتاع عشرين سنتي بتستنى بتجيب ميزانك بتشوف الكتلة موزونة مش موزونة معك عشان ترفعها انو كتة طالع على الارتفاع مش معقولة هتروح تاخد واحدة مالة كده ولا كده مش هتركب معك فوق وممكن تكون خطر عليك وخطر على الكتلة وخطر على البناء ادمين وخطر على السجالة وخطر على كل حاجة فلو بتاخد حاجتك من تحت لازم تتأكد انك انت ماشي بميزان وماشي حتة معدولة وهتروح تركب مع عليك انك هتوجه وتجيه فوق طب قوليك بتاخد وقتها دي من انتو ترفعوها وتحملوها بتاخد وقتها دي لما تيجي تركبها في المكان المحدد ليه المكان لو عامل الجادة صح وكل حاجة صح بتركبها حسب القطع اللي معاك يومين تركيب لو قطعتين هتاخد يومين لو خمس قطع هتاخد خمس ايام يبقى كل حاجة على حسب القطع اللي متأسمين ليه حسب القطع اللي نكتب تحط مادة المادة دي هي مادة يعني تبع الترميم تخصين الترميم عارفينها اسمها بوكسي لازم تحطها بحس الحاجة دي هتحطها معها 24 ساعة بل تاخد الشدة بتاعتها تبقى قوي وبتجيب سياق مش بتجيب يعني معلش اي حديد احسن من اي حاجة مش بيصدي ومش مقاوم وبتجيب بتاخد البار بتاع يعني مثلا الكويت اللي عندك هتعمل لأجل حاجة من ثلاثة الاربع سياق الساعة لانكتة ثلاثة الاربع مقدرشو خلوها تلف لانكتة الثلاثة والاربع مسكن بادي ولازم تعمل المجره اللي هتحط في الساعة ده وبتتزاوض فبتاخد بساعة هي عملية معجدة بس سهلة لاني احنا خلا سارفناها هي معجدة يعني مش سهلة والشغلانة كلها بتعتبرش سهلة عشان نقوي سراحة لانكتة بترفع حاجة بس لازم ترفعها لو انت هتسهل على نفسك لازم تفهم ما راح فينو اعتمدين لو انت مفهمتش القطعة وموجيتش وعارفهاش صح مش هتعرف تقدر تركبها صح وبعدين لازم في عندك يعني احنا مساعدنا يعني احنا محصوزين عندين وناش وعندين الكتابة يعني لما تلقى الكتابة هنا في المسلة كل هتعرف تفهمها يعني سهلة معاك التطبيع كلها والمربع سهل في حاجات بتكون اصعب لما بيكون عملية تركاسر عملية تهشيم مش دوغوري بتكون عملية تهشيم اكتر بتكون ضعيفة فدي بتاخد منك وقت لانكتة لازم تقويها لانكتة عاوز تطلع منيك كيمية الاملاح لانكتة كلها موجودة في الارض لما رحنا اول مرة تانيس كان عبارة جميع قطع المسلات مرمية في الارض وكان كلها يبكين الدكتور خارج والدكتور مصطفى راحوا زيارة مرة فهم يعني هم السبب دول يعني راحوا زيارة عادية وراح ليجوها مرمى يعني ما كانش نفتكروا في مسلات في حاجة في مساطب معمولة على حاجة في حاجات تحتاجها كلها في الارض هو يبكين السبب دا ادنا دفعوا وعملنا المسلة دي وغير كده احنا كنا محظوظين برضك انك انت ايه في عنديك مثلا يعني موفر لك كل حاجة لما بتوفر لك كل حاجة مش بتفكر انت عارف تفكيرك على فين بس فيه صعب لما انت تفكر في معدات وادوات وكل حاجة داية الدولة دلوتي مهتمية بالشكل انا كنت محظوظ اني في العاصمة اني كانوا موفرين لحاجات اكتر مكنت متوقع عشان كل احد ياخد حاجه يعني الناس دي كانت شغالة لتوفير الحاجة اللي بتعطي الاثار ومعليش كانت كلمة الاثار اللي بتمشي مش عش هم الناس مهمين بس هم العارفين بتعطي الاثار خلاص ما حدش يتكلم على غريهم وكانوا موفرين لكل حاجة لذرجة اني كانت فيه ناس يعني مهم يعني بارضاك مكنوش يحبه فشو اللي محبش يدخل فشو اللي كان بس يعني ناس دي حبت تساعدنا انا ما كنتش متوقع للمساعدة دي كل حدا ياخد حاجة يعني في التحرير او المتحف الكبير او العاصمة ما كانش حد مقصر في الامكانات يجيبها ما كنا نطلب الحاجة نلقها في نفس اليوم يعني يعني دي كانت مختلفة ممكن يوفر المعابدة في الآية دي صعب تسوفر الحاجات لنا في نفس اليوم بس هناك كانت يعني زي مدى محددوا كل حاجة والجماعة دول بيوفروا يعني يوفروا لنا الخامات انا كنت سعيد بيدهم بالصبانات اللي كان يجيبها يجيبها يعني كنت ركت لها مثلا لو عندي خمسة وربعين كنت اطلب الحبل مثلا ستين او خمسين كان يوفروا هالي يعني في نفس اليوم وسعيد اني ما كانش يقول لحاجة واحدة لاني كانوا متوقعين يوفروا حاجة بزيادة بزيادة والحاجة دي ايه موجودة يعني والحاجة ساعدتني اكتر تاني اني انا خدت حاجات من العاصمة من الشرقية من معبد امون في تانيس وركبت لهم اربع مسلات والحمد لله يعني نفس المهدات بتاعت العاصمة بتاعت المتحف هم ركبو لهم دولة وانا كنت سعيد جدا ان المعبد كان كله مهدوم ولما انتو طروح يجي يقولوا لك سعيدة ركبو لنا اربع مسلات عمودين تمسلين دي حاجة بتاديك ايه؟ نفس ايه يعني ما عليش الفلوس بتروح وتيجي عشان بقى صرحة والحمد لله يعني على فكرة كل الشغل ده ما كان ايش يطور فيه مقابل ما ده مش فيه مقابل كمقافات من الوزارة بس ايه كنا عارفين ايه اللي عاملينه يعني لو انت تفكر يعني شمينك تفكر عالفلوس مش هتقدر تنقز بس لو فكرت علك شغل تعمل ليه كله نفسك وتواصل عصار وانا سعيد جدا لما بروحناك الشرقية ومعبتانيس يقولوا السعيدة وصلوا اكيد هاي يعملوا حاجة واحنا كنا سعادان انا عملنا اربع مسالات وعمودين من الجرانيز كبار وتمسلين وعملنا برضا كفيتمسال سرويس اناك عملناه وعملنا بعض المساطب ورفعنا علينا الكتل دي والحمد لله مكانش شهن وكتي يعني يعني عملناه ما كناش متوقعين احنا مبسطين جدا بالكامل لا يا فنمدح نزيرنا شرف احنا والله العزيم والكواليس اللي اديتها النبي شكرا شكرا انا فخور بالحضارة المصرية وفخور ان الملوك وملكات مصر عملونا حضارة يعني خلى العالم كله يتكلم علينا ولازم نقول تحيا القدماء المصريين وتحيا المصريين القدماء اللي عملونا حضارتهم العظيمة دي وشكرا